خلينا أتكلم شوية على الأهلي عايزة أبدأ بالأهلي نهاردة في مشاكل ما بين اللعبين داخلية خلي بالكم الحاجات دي كلها ما بتظهرش في الإعلام ولكن في مشاكل داخلية يعني مش عايزة أقول عدم الضبط وربط ويعني أكبر الموضوع لكن في مشاكل داخلية الفترة اللي فاتتكلمتوكوا في موضوع إيفونا إيفونا عقده عالي في بعض اللعبين في النادي الأهلي اللعبات كبارزة علنين إن هما بتخصم منهم ضرائب وإيفونا عقده عالي جدا فالبعض بيقول من اللعبة يعني فيه كلامة بين اللعب وبعضهم تعرفين اللعبات كبيرة تكلموا يا جماعة والنادي الأهلي يعني يخصم الضرائب بتاعتنا أو هو يتحمل الضرائب وإيفونا بياخد كذا وده برضو عامل إيفونا حاسس إن فيه يعني علاقاته الاجتماعية مع اللعبين قليلة يمكن فيه بعض اللعبات القريبين منه زي جون أنتوي زي ساعد سامير لكن تحسن إيفونا عن معزل كده عن بقية اللعبة مشكلة حسين السيد وحسام غالي سيد وحسام غالي حصل يعني مشادة كده أو خناقة ما بين حسام غالي وحسين السيد والنادي الأهلي خد قرار أو كابتن سيد عبدالحافيز وكابتن زيزو الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي خدوا قرار بخصم 100 ألف جنيه كتب 250 ألف جنيه لكن ده مش صحيح الخصم 100 ألف جنيه من حسام غالي من مستحقات حسام غالي مش عايز أقول مشاكله كترت ولكن حسام عصب يزياد عن نزوم حسام كابتن فرقة بيحاول يوجه اللعيبة بيحاول يشد اللعيبة عشان يبقى الناس مركزة لكن في لعيبة ما بتتقبلش وبالتالي بيحصل مشادات ما بين حسام غالي وبعض اللعبين في الصوف النادي الأهلي ودي برضو عاملة شوية بعض اللعيبة بقت زعلانة من حسام ان ساعات بتتطور الأمور وتبقى مشادات وممكن تبقى اخناق زي ما حصل مع حسين السيد وتم خصم 100 ألف جنيه من مستحقات حسام غالي حسام غالي